وصل الأمين العام لجامعة الدول العربية مع السيد أحمد أبو الغيط إلى مملكة البحرين لحضور اجتماعات الدورة السادسة والثلاثين للجنة المرأة العربية بجامعة الدول العربية والاجتماع التحضيري للدورة الـ 61 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة والتي تنعقد على مدى يومين برئاسة مملكة البحرين تحت رعاية كريمة من صاحبة السمو الملكي الأميرة سابيكا بنت إبراهيم الخليفة قارينة عاهل البلاد المفدة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله وكان في استقبال معالي سيد أبو الغيط لدى وصوله لمطار مملكة البحرين يرافقه عدد من المسؤولين بجامعة الدول العربية الدكتور الشيخ مريم بنت حسن الخليفة نائبة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة والأستاذ هالا الأنصاري الأمين العام للمجلس حيث نقل تاليم علي تحيات صاحبة قارنة العهل المفدة وتمانية سموها له بطيب الإقامة في البحرين وتناقش لجنة المرأة العربية في دورتها السادسة والثلاثين عددا من موضوعات تمكين المرأة والنهوض بأوضاعها على المستوى العربي من بينها جنة التنمية المستدامة للمرأة العربية 2030 والمرأة والأمن والسلام ومكافحة الإرهاب وتعزيز التمكين الاقتصادي والمشاركة السياسية للمرأة في المنطقة العربية وتمكين المرأة